أطلق المجلس الاقتصادي الأفروأسيوي شعار العالم يزور الكويت 2019 في طال تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في تحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري وثقافي بالمنطقة وعلى هامش يعمال مؤتمر التنمية المستدامة رؤية الحكومات العربية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 والذي يعقد في القاهرة تحت رعاية المجلس الاقتصادي الأفروأسيوي أكد المجلس أن لديه خطة لهذا الشعار تهذيفه إلى جذب نحو 6 ملايين زائر من جميع القطاعات من آسيا وأفريقيا وغيرها من بقاع العالم لزيارة دولة الكويت ومشاهدة المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمفتح الذي تتمتع به البلاد وضحا أن دولة الكويت تخطو الآن خطوات جبارة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحويل الكويت إلى مركز مهم في منطقة شمال الخليج العربية اشتركوا في القناة